طيب القصة حول المكاشيت حلو هذا الرجال طلع هو يعياله مكشات ترى تقارب القصة الأولى وصار له برأس طعس يقول واخذ من العام رب العالمين يقوله أول ما هنا أفطر وتالي تغدى يقول يوم أنه جاء قرب غيوب الشمس يقول له والله يوم نشى الخيال من زبلة كي أنهم بولة الوسم قال يوم من الخيال نشى قال يوم فلان وش رايت الخير مزبل والدينة ما هي بعيد بيتنا وش رايتنا بنمشي مدام قدام يجينا المطر وقدام سبحان الله يسير الوادي ولا شيء توكلنا على الله قالته والله يا عيالي يلا 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 ضفوا باقي على الشمس يمكن حولي الله وعلم ساعة واكثر شوي المهم يلا شالوا شالوا عفشهم ألمى توالي ألمى ولواني والكورة وما معها المهم شالوا هبا السيارة اركبوا يا عيالي اركبوا اركبوا توكل على الله الموتر جديد وكل وكفراته جدد ولا في أي شيء يوم منه بغى يشغل هو ينزل استدريع الموتر أما بازي منه من ملابس العيال الشاية والأطفال قال يا مستر يقول لا والله أن الكفر مبينشر وهم براس الطعس الكفر مبينشر والموتر جديد قال والي ها المسمار وين تسلط علينا الخير مزبل وودنا نتروح لكن يلا يا عيالي هاتوا وين العفريتة جابوا العفريتة ورفعوا الموتر يوم نرفعه وقام يتلولح الكفر لا مبينشر ما في شك ما فيه مسمار يقول أو ما فيه مسمار المهم منه مبينشر يقول قال يلا نزلوا استبنى قال نزلوا استبنى وإذا هم بنشرة الله الله الثنتين وهو براسها الطعس والخير مزبل ويوم خافوا قال يا عيالي وش رايكم والله نبي ندور وين شي اسمه هذي الطرنبه هذي اللي تشحن بحق تلحظ اليدوية الله اليدوية لا لا هذي تحطها الشاحن وعلى طول تنور يا الربع من أخذ الشاحن قال والله هذا العيال والله أنا أخذته حطته بالسيارة ونسيناه هذا اللي عبيه الهواء اللي عبيه الكفر لا حولوا لقوة إلا باللحن ناخذه ما هم محتاجين للحاجة دور دور المهم من كفر نكلم ببينشرا وشلح اليوم فلان وش نسوي المهم من الرجال قام يدينا الكفر والكفر الثاني مبينشير اللي هي استبنة يقول له والله يوم تثرت ألبل ألبل وش معنات أكثر يعني الأرياء الأرياء كل واحدين يعطي رأي الله هل كثرت الأراء وش الحال وش قالت والله الخط بعيد شوي حنا بعيد عن الخط لنا براس طعس لكن فك الكفر هم فك بغوا يفكونا الكفر وقالوا بعدين لما نفكنا يقول لأم العيال قال توديه توديه ولا يودي حد العيال أو أوديه هنا قالت يوم توديه وتخلينا هنا لايب بالراس هل مش راب لا والله قال جل يرسل حد العيال قال لا والله يمكن يروح يمكن يضيع يمكن يجيها السيل يمكن المهم خربة السوالة عطونا يا عيال واش عندكم من حل الكفر مبنشر هالي بالموتر والاستبنة مبنشرة ردوا الاستبنة في محلها ردوا الاستبنة في محلها واش رايكم ويقوم يبرم الكفر قدامه عطونا حل يا عيال أنتوا ممكم طيب حنا بنسألكم حال حين ما هو حل هذا الرجال واشا بيسوي انا عرفت ما سمعت ما سمعت انا شايا انت انا لا اذا فيها نوعين اما هذه الى الضرورة الى الضرورة اما البنزين فهذا صعبة اللي يقلدها ويزبطها حتى ينتفخ شوية مشيهم اي ولا تعبي رم طيب هو الرم الأقرب يا بو طيب الثانين والله أنا مع ابو علي عبي رم البنزين كويس لكن ما احد بيفطله لا يضيع البنزين خطير لا لا هو يولع خطير يولع الكفر كيف البنزين لا لا كيف يسوي يرخل جنب من الكفر ويعبيه رمل اي بغالها واحد يعرف لها اي وهم اي واحد سوي اي اي هو رافعنا للضرورة طبعا رافعنا الكفر والكفر يدور اي والبلف صاقط اي وجحره مثل جحر الجربوع اي 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 الله الله قال تعالي ياهل يعبوا الكفر رمل او يقول هالرمل حضر يديهم يقول يهول العقل اي يقول يعبون ودرجاء الكفر يسألوا عبوا ودرجاء الكفر والطب الطق قال الكفر وكل شيء قال ودرجاء قال ودرجاء قال لين انهم امتلأ قال يابوا امتلأ قال وخذها كالطويزية من حد عياله قال ويحطها محل يسألوا هذا قال ودز قال تسكيره قال اركب وتوقع ترى المحطة والله ما هي بعيد يبقى حوالي خمسة كيلو وحوله العشوال العمر اه اه هم اركب الرجال يقول رجال ينشر يقول بجنبك المحطة يقول لبت قال يا شفاء الكفر مبنشر قال والله كاليمان يحيف عليه يقول يلتب وكل شيء يالله حاضر قال يام قال يا عم يكلبوا الكفرات سليمة فالله ما فيها وحد مبنشر قال دير يشوف المهم منه دار قال والله ما لقيت شيء كلبوها ما شاء الله مليانة قال وخذ الطاقية هذي قال يام وخذ قال والله يوم مثل المثعب قال الرم الحمر قال يالله فك الجنط وشيسم وحط انها لستقين جديد وهذا انتهى حالحين المهم ما خس الرجال شيء اخذ عياله وعين خير ودخل بيته وجه ملمطر وعين وخير وهذه من الحلول الخفيفة وسلامة بالنسبة للغز اصبر الواجد الشرط عليها انه ما هو القوق